بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الحادية والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة ولخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله مبارك فيكم نبدأ برسالة أحد الإخوة يقول أرجو أن تشرح لي الآية وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه جعل هذه الأمة وسطا يعني عدولا خيارا الوسط هو العدل الخيار وذلك لتتأهل للشهادة لأن الشاهد يشترط فيه العدالة تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة إذا سأل الله الأمم هل بلغتها رسلها الدعوة فينكرون الكفار ينكرون قلوا ما جاءنا من بشير ولا نبي فالله جل وعلا يطلب من الرسل الشهادة على أنهم بلغوا فيقولون يشهد لنا محمد خاتم النبيين وأمته تشهد أمة محمد على الأمم السابقة أن رسلها بلغوها ويشهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أمته بالعدالة والخيار ويزكيها هذا معنى قوله ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداء نعم يقول هذا السائل ما حكم وقوف الإمام في الصلاة بعد قراءته للفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فما حق المأمومين مأجورين المأموم يقرأ الفاتحة إذا أمكنه ذلك وإذا لم يمكنه ذلك إنها تكفي قراءة الإمام نعم هذا السائل يقول بالنسبة لمن نسي التشهد ولم يسجد للسهو ما الحكم في حقه تشهد الأول نعم الواجب عليها أن يسجد للسهو إذا ذكر قريبا إذا ذكر قريبا بعد السلام أو ذكر أنه لم يأتي بالتشهد الأول فإنه يسجد سجدتين للسهو أما إذا طال الحصل فإنه يسقط إن سجود السهو يسقط عنه وصلاته صحيحة نعم هذا يقول لي مجموعة من الأسئلة أولا بالنسبة لقراءة الإمام من المصحف في صلاة الفجر ألا خلاف مع عليه السلف وقراءة يقرأ الإمام ما تيسر من القرآن أو لازم يطيل القراءة إذا كان لا يحفظ يقرأ من السور القصار ولا يحمل المصحف نعم يقول وبالنسبة للذي يختم القرآن في غير رمضان يبدأ من البقرة وينتهي بالناس يعني في صلاة الفرائض نعم هذا غير معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح وهو تكله يلزم منه أن الأئمة الآخرين يقتدون به فيقرؤون القرآن كله من أوله إلى آخره بصلاة الفريضة والله لم يلزمهم بذلك ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح والله جل وعلا قال أقرأوا ما تيسر من القرآن نعم هذا السائل يقول نحن في مزرعة ولدينا عمال كثر وبعضهم لا يجيد القراءة ومنهم من يجيد القراءة ولكنه شارب للدخان هل يأم بنا الصلاة في المزرعة ونحن عمال وعددنا أكثر من عشرين اختاروا واحدا لا يستعمل الدخان وإن شاء الله صلاته إمامته تكفي في هذا لما أنه مسلم منكم محافظة على الصلاة اختاروا واحدا آفاه الله من الدخان نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل أنا وزميلي نعمل في صيد الأسماك في البحر وتدخل علينا الصلوات ونحن في البحر ولا نعود إلا بعد المغرب كيف نصلي وهناك أمواج تعبث بالمركب صلوا في المركب تمكنتم من القيام والركوع والسجود يلزمكم ذلك وإن لم تتمكنوا فكونوا جالسين اركعوا والسجود وأنتم جالسون واجلسوا في محل القيام قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تترك الصلاة يخرج وقتها تقول المصلي إذا خرجنا من البحر هذا لا يجوز صلوا على حسب حالكم تقول اللهم استطعتم كل صلاة بوقتها أحسن الله إليكم هذا سائل أبو حمزة يقول حدثونا عن الحياة الطيبة والسعيدة في الدنيا والآخرة وما هي الأمور التي تجلب هذه الحياة الطيبة مأجورين يجلبها ما ذكره الله جل وعلا قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة وعليه بالعمل الصالح إذا كان يريد الحياة الطيبة فالعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة والاطمئنان بهذه الحياة أحسن الله إليكم هذه أم عمر تذكر بأنها امرأة مطلقة لها أولاد عندما تقول كان والدهم على قيد الحلاة يحافظون على الصلاة وأصبحوا الآن يتهاونون بها ولا يصلون إلا نادرا تقول أنا مجتهدة معهم فضيلة الشيخ تركهم للصلاة هل يلحقني إثم إذا تساهلت معهم؟ لا تساهل معهم أنت مأمورة بأن تأمرهم بالصلاة تنكر عليهم واستعيني بمن يساعدك على الإنكار عليهم وعلى أمرهم بالصلاة من أخوانهم أو من أعمامهم أو من من حولك من المسلمين استعينوا بهم هذا سائل فضيلة الشيخ أرسل بسؤال عن أهم الأسس التي يتم من خلالها اختيار الزوجة فأنا مقدم على الزواج وإذا كانت الزوجة أكبر مني بست سنوات إلى سبع هل أقدم عليها مع أن أقاربي امتنعوا ووقفوا عثرة في طريقي مع أن هذه المرأة متدينة نعم يعزم على الزواج واستعين بالله عز وجل السن لا دخل له في ذلك ما دامت امرأة صالحة في دينها وفي سمتها وحيائها وعفتها وسترها فتزوج منها تزوج منها وإذا كانت أكبر منك سنا فلا مانع من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة هم المؤمنين وهي أكبر منه من سنا وكان في ذلك الخير والبركة وإذا كان قاربك يعترضون إن أتوك بامرأة أصلح منها وأشب منها وإلا فلا تنظر إليهم تتعطل عن الزواج بسبب هذه النظرة القاصرة نعم تقول السائلة أختي أسقطت قطعة من حملها ولم يتبين فيها القلق فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة وهل تنقضي بها العدة إذا كانت هذه المضغة دون واحد ثمانين يوم فإنها لا تلتفت إلى ما يخرج منها تعتبره نزيفا تصلي أما إذا بلغت المضغة واحد ثمانين يوم فإن وسقطت فإنها تترك الصلاة ويعتبر هذا الذي ينزل عليها يعتبره وحيضا نعم أحسن الله ليكم رضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما أثر الصيام على النفس البشرية إذا استثنينا الإحساس بالجوع وألام الفقراء نعم من أثار الصيام الطيبة الإحساس بإحساس الفقراء وتفطن لهم ومن ذلك ترك الشهوات لله عز وجل أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ترك شهواته ترك زوجته ترك الطعام والشراب طاعة لله سبحانه وتعالى ومن ذلك أن الله جل وعلا استثنى الصيام من بين سائر الأعمال قال الصوم لي وأنا أجزيبه فجزاء الصيام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بعظمه وكثرته نعم جزاكم الله خيرا يقول في هذا السؤال ما المراد بالآية الكريمة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور هذه الآية فيها فضل تلاوة القرآن من قراء حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول لفلام ميم حرف ولكن أله حرف ولام حرف وميم حرف ولكن لا تكفي تلاوة القرآن بل لابد من العمل العمل بالقرآن ولهذا قال وأقاموا الصلاة لأن الصلاة هي رأس الأعمال البدنية وهي كما ذكر الله أقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر الله ولذكر الله أكبر الصلاة عظيمة وأقاموا فيها وأنفقوا مما رزقناهم يعني آتوا الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الزكاة عمل بدني والزكاة عمل مالي وهما يدربان على بقية الأعمال أحسن الله لكم رسالة وصلاة من أبو محمد ثلاثة أسئلة يقول هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرسل يديه وهو يصلي فلال قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضع يديه تحت صدره يمسك اليد الشمال باليد اليمنى ويجعله ما تحت صدره هذا هو المحفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عندي ثلاث بنات وشعرهن طويل وأنا بين الفينة والأخرى أقص من شعرهن وذلك كي يبدون أنيقات وجميلات الجمال ببقاء الشعر شعر المرأة هو جمالها فلا تقصيه ولا تربيهن على هذه العادة بل ربيهن على المحافظة على شعر رؤوسهن وذوائبهن لأن هذا هو جمالهن أحسن الله إليكم ومبارك فيكم هذا سائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للذي يعاني من سلس البول المستمر تعامله مع الصلاة فضيلة الشيخ كيف يكون وإذا نوى أنه يريد التبكير ولكنه يتأخر لحاجته لدورة المياه النعم الذي فيه سلس البول دائما والذي ينزل دائما ولا ينقطع أنه يستنجي عندما يريد الصلاة استنجي أولا ثم يضع على ذكره حافظا يمنع تسرب البول ثم يتوضى ويصلي في الحال يصلي في الحال يذهب للمسجد وعند الإقامة ويصلي مع المسلمين ولو نزل عليه بول في أثناء الصلاة إن صلاته صحيحة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ يقول ما علاج من أصيب بكثرة الأمراض النفسية وخصوصا في وقتنا الحاضر حيث كثرة القلق والاضطراب النفسي والهموم والأحزان عليه بتقوى الله قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره ثانيا عليه الصبر عليه الصبر والاحتساب ولا يجزع ثالثا إذا كان له علاج عند الأطباء النفسيين هل يذهب إليهم لعلهم يجدون له علاجا لأن الذي فيه قد يكون مرضا نفسيا وإن كان الذي فيه وسوسة من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويذهب عنه بإهن الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فيستعيذ بالله وعليه أيضا أن لا يعمل بالوسواس يتركه ويرفضه رفضا تاما حينئذ لا يضر نعم أحسن الله لكم هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ إذا ابتليت المرأة بوالد سيء الخلق كثير السب والشتم وكثير السفريات فأنا تجاوزت الثلاثين وقد رد عني الخطاب وأنا مقبلة على كتاب الله وسنة رسوله وقد عامل والدتي معاملة قاسية منذ أن تزوجها وصلاته بين الفينة والأخرى بماذا يوجه مثل هذا؟ يوجه بالنصيحة يوجه بالنصيحة والإنكار عليه خصوصا في أمر الصلاة الصلاة لا يجوز التساهل والتهاون بها وتضييعها لا يجوز هذا ولكن ما يحصل منه من سوء التعامل معكم نصبر عليه والله جل وعلا مع الصابرين وأما مسألة أنه يرد الخطاب عنك هذا عضل والعضل حرام كبيرا من كبائل الذنوب أنت يرفع أمرك إلى القاضي إذا لزم الأمر يرفع أمرك إلى القاضي وينظر فيها وإن كان له أقارب من نخوته وأعمامه فإنك أيضا تستعينين بهم عليه أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هل يسل من دخل المسجد أن يسلم سواء كان في هذا المسجد أحد أم لا لأننا سمعنا أن من دخل مسجدا لا يزال في خير والملائكة تصلي عليه نعم إذا جلس ينتظر الصلاة هذا الحديث إذا جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة والملائكة تستغفر له وتدعو له أما السلام إن كان في المسجد أحد فهذا سنة إنه يبدأهم بالسلام وإن لم يكن فيه أحد وبعض العلماء يقول يسلم أيضا لأن المسجد لا يخلو من الملائكة نعم ومن عباد الله الذين لا يراهم الله أعلم نعم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بماذا ينصح من عينه فيها حسد وشحيح ويخاف منه ينصح بأن يدعو بالبركة إذا رأى شيئا يعجبه فإنه يدعو بالبركة وأيضا يغض بصره ولا يلاحق الشيء بالبصر والنظر إليه يكف بصره عنه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بالنسبة للمرور بين يدي المصلي هل تقطع الصلاة وهل أعيد ما صليت الصلاة لا تقطع ولكن في ذلك إثم إذا لم يكن هناك ضرورة للمرور إذا كان هناك ضرورة للمرور كالمساجد المزدحمة بالناس أنا لا أمانع من المرور أو كنت تصلي خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه سترة الإمام سترة لمن خلفه أو مر المار من ورائي سترة أنت أمامك سترة أو مر المار من ورائها هذا لا يضر أيضا أما إذا مر المار بينك وبين سترتك ولهناك ضرورة للمرور فإنك تأثم إذا تركته وهو يأثم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير الله من أن يمر بين يديه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلته إذا أبأ ولم يمتنع من المرور واليصلي يمنع المار بين يديه فإن أبا يمتنع فليقاتله يعني يضربه مراد بالمقاتلة أو ضرب حتى يمتنع عن هذا شكر الله لكم وفضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية وسجل هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان الزميل عبد الله سلولي من اللذاع الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته